قال من مايو اللي فات تروح اتعدى على المحور خانقه ايه يا جماعة في ايه الطريق من اول مهندسين لحد قبل نهاية المحور كان حصل مشكلة في المحور 26 يوليو شركة المقالون العرب والمهندس محسن صلاح استلموا المنطقة دي اللي فيها مشكلة فنية في الارضية تاعت الطريق شهر مايد قرر لا الناس تعيد والطريق يازم يبقى مفتوح ما ينفعش هنقعد نشتغل عشان ما ينفعش الطريق في العيد والناس رايحة اجازات واللي مسافرين ما ويحصل عندهم خانقه الناس زي من كانت تتجنب تعد من المحور خلال الفترة الماضية تقعد ساعة ممكن تقعد 40 دقيقة نص ساعة عربية عربية لانه اكتر من نص الطريق الجانب اليمين اللي طالع على اكتوبر او نازل على طريق اسكندرية الصحراوي مقفول يعني عمليله افلينه وبالتالي تعدي عربية عربية ما بالك وانت معدي وجنبك اتوبيس خد بقى على بال اتوبيس بقى جايلك من اقصى اليمين عشان يجي اقصى الشمال خد بقى بقى اتوبيس عشان يعمل حكاية ازاي شوف العربية بقى الملاك قصة كان بتحصل النهاردة وانا بحيق المهندس محسن صلاح رئيس شركة مقالون العرب خلصوا النهاردة فتح الطريق النهاردة في الاتجاهين بقى الفل للفل قدامك فل طريق ما بقاش لزحمة ولا واقف وناس كل يقعد يشتكي جاء الصانع جاي من الطريق مقفول ما انتو عارفين بيصلحوه ما انتو عارفين الدنيا عطلانة عشان الطريق بيتصلح طب هو الطريق النهاردة من قولون العرب خلصت حضراتكم ورجعت الطريق احسن مما كان الارضية دي كانت عارفين اكد انك ماشي في الصحرة اللي هو في جبل جبل طالع وجبل نازل ما كانش اسم محور 26 صعب جدا من قولون العرب عملته حاجة لطيفة يعني طريقي بيسير او رجع خلاص الاتجاهين كما اعلن مهندس محسن صلاح قبل قليل رئيس مجلس الدارة الشركة المقل العرب انتهى من الاصلاح محور 26 يوليو وتشغيل الطريق في الاتجاهين زي ما حالكم شايفين كده ده طبعا الفيديو او اللقطات دي اللي قدام حضراتكم بعد عملية التشغيل وانتهى من الاصلاحات اللي كانت موجودة الشركة اشتغلت على عملية الاصلاح الجزء اللي تم كان الاتجاه القادم من 6 اكتوبر الى ميدال لبنان والجزء الاخر ايضا اللي جاي من ميدال لبنان الى 6 اكتوبر كان الاتجاهين فيهم شغل تم معالجة الارضية تم معالجتها بطريقة فنية وهندسية طبقا للشركة واللي تم على مدى الفترة الماضية وكان الهدف انهم يخلصوا قبل العيد عشان الاجازات وكله طبعا طلع اجازات كله بدأ من النهاردة النهاردة بدأت الدنيا تخف بكرة كله مسافر وطبعا يقضوا الاجازات كل سنة وحضراتكم طيبين اشتركوا في القناة